اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحكاب السياسي المخاوف من توسع رقعة الحرب في لبنان ما زالت قائمة في ظل التهديدات الاسرائيلية من جهة وفشل التوصل الى هدنة في غزة من جهة ثانية سياسيا جدد سفراء المجموعة الخماسية العربية والدولية حراكهم ونشاطهم الداخلي ومن المقرر ان يبدأوا في جولة على بعض المرجعيات الدينية والقيادات السياسية والكتل النيابية في محاولة جديدة لتقرير وجهات النظر بين الافريقاء لانجاز الاستحقاق الرئاسي بالاتفاق على رئيس للجمهورية سنناقش الملفات الداخلية والخارجية في هذه الحلقة مع عضو المجلس السياسي في الطير الوطن الحر الأستاذ وليد الأشقر صباح الخير صباح موري أهلا فيك يعني بداية أستاذ وليد مع الخطاب الأخير لرئيس حزب أو الطير الوطن الحر يعني ومناشداته بالأمس يعني كيف شو عدا ما بدأ شو صارت وصلنا إلى هذه المرحلة من الانفتاح من محاولة المحافظة على الشراكة المتوازنة والمتناصفة يعني في عدة أمور هلأ رحي اسألك هيها ولكن شو عدا ما بدا لوصلنا لهي الخطاب اللي بتابع خطاب التيار من التسعينات لليوم مابيسأل شو عدا ما بدأ لأنه إحنا ما تغير خطابنا نحن كل عمرنا مابيسأل شو عدا ما بدأ لأنه دائما بحالة تغير raft لأنه بالعكس تماما لأنه نحن دائما بحالة تمد اليد إلى الشريك الآخر بالوطن ومناعتبر أنه نحن لحالنا ما فينا نحكم هذا البلد وغيرنا لحاله ما فيوا حكم هذا البلد ونحن مصيرنا التشارك والشراكة بهذا الوطن ونحن لما عملنا معركة الحكومة الحكومة الميثاقية نحكي فيهن إذا بدك ما عندي مشكلة الحكومة اللاميثاقية حكومة نجيب ميقاطي المستقيلة أو اللاشرعية مشكلتها أنه تعنت الشراكة ومشكلتها الأساسية أنه نحن عم نحكي بهذا الموضوع من وقته قبل كنا عم نحكي بالألفين وخمسة كنا عم نحكي لما وقعنا وسيئة تفاهم مع حزب الله كان هاجسنا الأساسي هو الشراكة وبعدنا لليوم لما بدينا إيدنا للقوات اللبنانية ولتيار المستقبل ولغير قوى سياسية دائما الهاجس الأساسي تبعنا هو الشراكة بهذا الوطن وممنوع إلغاء الفريق الآخر إذا غيرنا عم بحاول إلغينا هذا الشيء ممنوع وبدنا نحطه عند حده فمن هون نحن ما تغيرنا نحن بعده موقفنا سابت وكل عمرنا منحكي بهذا الموضوع ومنحكي بالشراكة وبمد اليد إلى الآخر أستاذ وليد يعني ما رأتدلي على القصص اللي بدي أسألك فيهم اليوم وقت اللي بتحكي عن موضوع اتفاق معراب والاتفاق اللي حصل مع المستقبل طيار المستقبل وتحديدا رئيس الطيار ناشد القوات والكتائب باسم أليف شهداء وعلى رأسهم بشير جميل والمردة والفرنجية وكل المسيحيين طيب اتفاق معراب شو كان؟ ما كان أول شيء بداية هو محاولة كان خطوة أقصى باقية المسيحيين وتحصروا التمثيل المسيحي بداية بين القوات وبين كون ورجعتوا من بعده انتوا اللي طعنتوا بالقوات اللبنانية أبداً اطلاقاً توصيفك مش دقيق أبداً أنا نقل نحن لما مدينا إيدنا لأحد الأطراف اللي هو القوات اللبنانية مش معنات أن احنا قطعنا إيدنا عن أطراف آخرين لأنه بنفس الوقت اللي مدينا إيدنا للقوات اللبنانية ما كنا قطعينا لا مع طيار المستقبل ولا مع حزب الله ولا مع أحزاب أخرى والاشتراكة وغيرهم من القوى السياسية وانت بتعرف أنه بهديك الفترة كان في عنا انتخابات رئاسية ومنعرف أنه العماد مشالعون بوقتها عمل الزيارات واللقاءات مع كل القوى السياسية مع بعض القوى السياسية تقدمت أكتر من فريق آخر مشان هيك وصلنا بوقتها مع القوات اللبنانية لأتفاق معراب عندنا النية كان وبعده نعمل نفس الشي مع قوى سياسية ولبنانية ووطنية ومسيحية بس الكل عم بيتهمكن أنه ما بينحط الإيد بإيدكن يعني هذا كلام مش أنا عم أقوله مش كتير دائع الإيادات السياسية بالبلد يعني حتى اليوم المعارضة وقتية اللي تقطعتوا أنتوا إياها على اسم مرشح لرئاسة الجمهورية أصروا على كلمة تقاطع وليس على تحالف أو إلى ما هنالك لأنه تيحددوا أنه نحن بس اتفقنا على هيدا التركي وشن اللي أصروا نحن اللي أصرنا للتوضيح بس تقولك شغلي نحن تقاطعنا مع قوى معينة على نقطة معينة وممكن نتقاطع مع قوى معينة يعني هلأ بتقول لي تقاطعنا بيطلب منا وتجع بتقول لي الوزير جمران بيسيل عم بيطالب نحافظ على الوحدة وعلى الشراكة فيه تناقض يعني أبدا ما فيه تناقض التقاطع هو على ملف معين ممكن يكون التقاطع على انتخاب رئيس للجمهورية وممكن يكون التقاطع على ملف انتخابات نيابية أو انتخابات بلدية أو مشروع طيب يعني انت عم تنظروا للأمور بالبلد عم تنظروا للأمور بالبلد بطريقة براجماتية يعني ما نكون عم تاخدوا الأمور بعمق يعني خطابوا للوزير جمران بيسيل الأمس الطرف سياسي الوحيد بلبنان يلي بيطعطى بطريقة موضوعية مع كل الملفات هو التيار الوطني الحر وما بياخد مواقف مسبقة من أي ملف اللي كان ومن أي فريق اللي كان تبقى تلتطع بس حليني كافي بس فكرتي لما بيكون بملف معين ويمد إيده لحزب الله بملف آخر معناتها نحن ما منشوف أنه حزب الله شار مطلق مثل ما البعض يمكن بيصوره ولا هو حليف وصديق دائم نحن نتعاطى معه لحزب الله على الملف مثل ما منتعاطى اليوم مع الوات اللبنانية على الملف مثل ما منتعاطى مع الكتائب والاشتراكي والمستقبل وأي فريق سياسي آخر على الملف نحن عنا مبادئنا وعنا تصورنا لكل الملفات السياسية ولكل القضايا السياسية هي اللي بتهمنا كلبنانيين وعنا نظرتنا لهذا الملف ومنشوف الحل بهذه الطريقة إذا التقينا مع أي فريق سياسي آخر على هذا الملف نحن منمد إيدنا لقلق وما عنا مشكل يمكن أكتر فريق سياسي اليوم عنا خصومة معه هو رئيس المجلس النيابي أو حركة أمل ومع هذا وكله منقول أنه إذا عنده الحكمة ومنعرف أنه عنده الحكمة وعنده الإرادة أنه يسعى لعدم إلغاء الشريك الآخر يتفضل يمد إيده لقلنا نحن ما منقبل لا هذا الفريق ولا هذا الفريق يحاول يلغينا من خلال تفاهمات ثنائية تتلغي الفريق الآخر نحن كنا عم نعمل هذه التفاهمات لتوسيع دائرة التفاهمات واللقاءات على مستوى الوطن مش لإلغاء فريق على حسنا رغم أنه كان ولا ممكن تطبيقة يعني الاتفاق اللي كان بينكم وبين حزب الله ورجع لحق الاتفاق بينكم وبين المحراب والاتفاق اللي حقوا من بعد مع تيار المستقبل واللي كنتم عم تحاولوه تعملوه مع أفريقاء آخرين ولا واحد بكمل الاتفاق اللي قبله كل واحد بعارض الاتفاق تاني مهم بلنا اتفاقات لا لا أبدا أنا اليوم إذا بلتقي مع حزب الله على عشر نقاط مننا مثلا بناء الدولة مننا الشراكة مننا محاربة الفساد مننا حماية الحدود أنا اليوم كتيار وطني حر ملتزم ببنود تفاهم مارم خايل اليوم عم بحكيك بالالفان واربع وعشرين اللي تخلى عن هذا التفاهم هو حزب الله مش التيار دايما الحق على غيركم نحن دايما شوف انت بالتطبيق ما فيك تقول دايما الحق على بس شي مرة قل لي وين غلط الطيار هلأ بقول لك وين صوب أداء بمحل معين وين ضوّع على خلل عند الفريق الآخر نحن بالنسبة لقلنا ما أخلينا بتفاهم مارم خايل بس نحن لما منقول أنه أساس تفاهم مارم خايل أنه عدم إلغاء أي فريق سياسي بلبنان الفريق الآخر أخل بهذا الموضوع لما نحن عم منقول أنه بالالفان وستة كان عم بحاولوا يطوقوا حزب الله لإلغاء فريق معين نحن وفنا إلى جانب حزب الله حزب الله ما عمل نفس الشي بالمقابل يعني اليوم نرجع لموضوع الشراكة الحقيقية بهذا البلد ومنشوف بعد انتهاء ولاية العباد مشالعون كرئيس للجمهورية حكومة نجيب ميقاطي المستقيلة كسرت الشراكة الحقيقية بغطى أساسة من الثناء الشيعي وعلى رأسه حزب الله يعني حزب الله بشكل أو بآخر أخل بتفاهم مارم خايل أخل بالشراكة وإذا هو بيعتبر حاله شريك أساسي بهذا الوطن وبحاجة لشركاء آخرين من القوى الأخرى لأنه ما بيقدر لحاله يحط إيده على الوطن وهذا منطق القوى يلي بيحكي فيه البعض ما بينطبق على شركاءه بالداخل منطق القوى نحن معه بمواجهة إسرائيل بس نحن بش بمنطق القوى للاستقواء على هذا الفريق مقابل هذا الفريق بهالمنطق هيدا حزب الله أخطأ ونحن بمنطق الشراكة ملتزمين بورقة التفاهم يلي وقعناها بالألفان وستة نجي منقلك أنه بعد 18 سنة يمكن بحاجة لتطوير مثل ما منقول كمان أنه اتفاق الطائف يلي من هو من سنة أقرب التسعة وثمانين ونفز أو تعدل الدستور سنة التسعين بيقولك كمان أنه اتفاق الطائف بحاجة إلى تطوير النظام بالمطلق ما فيه نظام منزل النظام بحاجة لتطوير دائما بس ما فينا نقول أنه المسلمات الأساسية بأي وسيئة عم نمضيها نحن أو عم نوقع عليها نحن ملتزمين فيها الخطوط العريضة ما بتتغير يمكن بالتفاصيل منقدر نفوت ونقول أنه هاي دي منصيغة بشكل مختلف لأنه بالأداء أو بالممارسة الحقيقية اختلف الوضع وشفناها بتطبيق السيء لاتفاق الطائف أو بالممارسة تبين عنا أنه فيه خلل باتفاق الطائف مثل ما شفنا أنه حزب الله أخطأ وعنده خلل بأداءه بتطبيق وسيء التفاهم خليتك تحكي بس ما تقول عن بقمعك بالحلقة رح أرجع لموضوع الشراك المتوازنة والمتناصفة لموضوع المسيحيين وبيطلب من غبطة البطرق المؤتمن على مجد لبنان أنه بيجمع الإيادات المسيحية وما في سبب لما تلتقوا يعني فيه علامة استفهام هذا الخطاب ما تغير يعني نحكينا فيه علامة استفهام هذا شي جديد بالخطاب يعني هالحرص على الشراك بالبلد والوضع المسيحي بالبلد اليوم مين عم بيهدد المسيحيين بالبلد برأيكم الفريق الذي يستقوي على المسيحيين على رأس الثناء الشيعي لأنه اليوم الثناء الشيعي مين وصل هذا الفريق إلى ما هو عليه اليوم لا يقدر يستقوي يا عنتر مين عنترك عنترت وما أحد ردني مين اللي خليه عنطير نحن اللي عم نوقف اليوم بوجه شو عم يوقف أفريقاء المسيحيين لكي كنتوا السبب المسيحي تتوصلوه الى ما هو عليه اليوم الافرقاء المسيحيين الاخرين مين غطى حزب الله من الالفان وخمسة الى اليوم مين اللي دعم حزب الله بكل خطواته لما نحن مدينا ايدنا لحزب الله كنا واقفين حده بمفهوم حماية حدود لبنان لما هو اخل بمبدأ الشراكة والمثاقية وبناء الدولة محاربة الفساد نحن اعتبرنا انه هو اخل نحن بععدنا عنه يعني بمعنى اخر نحن كل عمرنا نادي بموضوع الشراكة ليش لانه هيدا الفريق الاخر يلي هو حزب الله يلي اوحالنا بالالفان وستة انه بيهمه الشراكة تبين لنا اليوم بالالفان واربع وعشرين انه هو منه اشعة للشراكة واخر همه الشراكة المتضرر الاساسي اليوم من اداء حزب الله ونجيب ميقاتي لانه يدار نجيب ميقاتي من قبل الثنائة اليوم هيدا الاداء السيء وصلنا الى ما نحن عليه بس نحن عم نصرخ والقوى المسيحية الاخرى يلي اوصت علينا بالالفان وستة شايفينا اليوم سيكتي اليوم المسيحيين ككيان وكوجود بهالمنطقة هيدا بخطر شو عم يعملوا الافريقاء الاخرين من هون اجت الصرخة والنداء الى المرجعية المسيحية الاهم بلبنان اللي هي المرجعية بكركة وقلنا له للبطرك ادعي الافريقاء المسيحيين لانه اللي عم بيصير اليوم عم نخسر كل يوم عدد كبير من المسيحيين الى خارج لبنان وما عم نقدر نردهم الى بلدهم ليش؟ لانه الوضع ما بقى يسمح لهم يكفوا بهذا البلد بسبب استقواء فريق على فريق اخر يا نحن ببلد هو بلد الشراك الحقيقية ونحن شركاء معكن ومعكن ومعكن مع كل الافريقاء عم بوجه الحديث مش لفريق سياسي معين نحن يا شركاء أساسيين بهذا الوطن يا الله يرحموا لهذا الوطن طيب طالما عم تحكيني بالمسيحيين بخطر عم تقول لي انتوا موضوعيين بطرحكم للأمور كلها ما حين الوقت انه يعني طلقوا انتوا حظب الله يعني شو بتكون بعد اكتر من هيك عشو بعد كون نحن علننا ان وراء التفاهم صارت يعني حتى المعارضة يعني تلقفت الخطاب ببعض المطارح مش كلا بشك بهذا الموضوع بتمنى بتمنى بس بشك لس حين كاش قال انه اذا هيدا الشي بيترجم بطريقة مضبوطة لازم يبنى عليه في ناس عم بتعول انه طب وحقهم كمان انه انتوا عم تحكوا هذا الخطاب وبعدكم مع حزب الله هنا هون التناقض بس انت عتسألني السؤال وكأنك معتبر انه احنا بعدنا مع حزب الله بقراءتك بقراءتك بقراءة الموضوعية انا وقتين بسمع خطاب الرئيس ميشيل عون ما قبل الاخير قبل تصريحه الاخير المطالعة الطويلة اللي عملها ومن بعد ايضا رئيس قطية الوطني الحر بالهجوم اللي عملوا على حزب الله ومن بعد ما برجع بشوفهم بيلطقوا بالنائب محمد رعد والكتلة او الوافد اللي طالع اللي عنده من قبل حزب الله وبيطلع الرئيس عون كلام عنه بيقول هذا اللقاء اثلج قلبي وطمأنني على شو عم بيصير بالجنوب معناه تخليني ميز لانه يمكن انت مقدر اتميزت باني لا انا ميز كتير منيح بس انت الحركة طبعكم بتضيع لا حوضح لك يا هاب مشان ما حضي بموضوع المحاربة العدو الاسرائيلي ومواجهة العدو الاسرائيلي وحماية حدود لبنان نحن منقول اي اعتداء على الاراضي اللبنانية نحن الى جانب الشعب اللبناني والمقاومة بمحاربة اسرائيل هاي دي مبارحة واليوم وبكرة ومش حد تغير وبالتالي اذا اليوم نحن التقينا مع حزب الله وحكينا بموضوع حماية الحدود ومحاربة اسرائيل نحن موقفنا واضح ومش ناطرين لحدا لا نوضح له موقفنا لانه موقفنا معروف شو هو وبكلمة الوزير مبارحة الوزير باسيل رجع يركز على هذه النقطة مش ناطرين شهادة شهادة من حدا بهذا الموضوع ولا فحص دم من حدا تيقول ادياش نحن وطنيين ومش ناطرين هذا الموضوع بغض النظر بغض النظر انه بعض الكتبة او بعض اللي بيطلعوا على وسائل التواصل الاجتماعي بيحكوا بطريقة معيبة بحق التيار الوطني الحر ورئيس التيار ومؤسس التيار بس انا بدي شيل هايدي الكلمات او التجريح اللي عم يطلع بيحقنا عجنب وقول انه موقف التيار من هذا الموضوع ثابت نحن ولا مرة قلنا انه نحن اذا اختلفنا مع حزب الله على عدد من النقاط نحن بدنا نخاسم حزب الله بالمطلق وما نعود نلتقى معه حيضل شريكنا بالوطن حزب الله بس شراكته لقلنا بالوطن مش بطريقة فوقية ولا بموقع اذا عم بيهددك وجودك بيضلك عم تحكي هذا الخطأ ما هون عم بيحكي معه مشان هيك انا اذا بدي احكي مع حزب الله بعرف احكي معه بهذا المنطق مش بمنطق انه هو المستقوي علي وانا تابع لقله هايدي ما صارت ولا بتصير يعني انا لما بدي روح لعند حزب الله او هو بدي يجي لعندي انا عم نبه انه منطق الاستقوار يلي انت عم بتحكي فيه ومنطق الفائد القوة يلي انت عم بتحكي فيه ما بتطبقوا على شريكك بالوطن مش شريك بتطبقوا على اسرائيل ما بتطبقوا على التيار الوطني الحر لانه انتوا اليوم باعتباركن انتوا محتكرين المصلحة المسيحية في لبنان ولا مرد يلي بيراضي التيار الوطني الحر بشروطه بيكون عم بيراضي المسيحيين ويلي بيوقف بوجه مصلحة التيار الوطني الحر بيكون عم يوقف بوجه مصلحة المسيحي لما بيكون فيه نقد للشراكة الشراكة هي مش بين التيار وبين الشراكة السؤال ليش اليوم فقته لانه اليوم صار تعليقتكم سيئة معكم لا بس انت عم ترجع تعديل السؤال لا 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 اي مدى عم نحكي بالشراكة بس مدىك تسمح لي موضوع الشراكة 2005 عم نحكي فيه انت اللي ما اصبحوا المسيحيين بخطر الا وقت اللي نجيب مئاتة عم بتعطيك عبيتك هذا المثل هلا عبيتك هذا المثل هلا بس مش مع مئاته عم بيهدد المصالح التيار وطين الحر ابدا عم بيهدد مصالح المسيحيين بهذا البلد وعم بيحتكر التمثيل بجزء من اللبنانيين على حساب جزء اخر نحنا ولا مرة ما حكينا بالشراكة من وقت ما وصل العماد مشالعون الى لبنان ما بدي احكيك قبل 2005 لانه بتعرف كمان ما وقفنا من هذا الموضوع ياريت بعدكم قبل 2005 بعدنا متل قبل 2005 وما زلنا وحنبه هيك برجع بأكدلك من وقت ما وصل العماد مشالعون الى لبنان ما حكي الا بمنطق الشراكة وما في فريق يلغي الفريق الاخر المشكل انه البعض اعتبر انه نحنا اليوم عم بحكي هلأ يعني من فترة مش بعيدة سنة سنتين بلش يستقوي على حساب المسيحيين بس بفترة سابقة كنا عملنا نوع من التوازن بالوطن من 2005 الى فترة وصول عماد مشالعون الى قصر بعبدة بس من بعدها البعض اخل بهذا الموضوع من اعتبر انه جزء اساسي من الشراكه هو قانون الانتخابات النيابية وقانون الانتخابات النيابية مثل ما وقفت القوات اللبنانية الى جانبنا وطيار المستقبل الى جانبنا وحزب الله الى جانبنا حتى اخرينا هيدا القانون يلي بيعطي تمثيل مسيحي حقيقي ونحن هيدا القانون عملنا معارك طويلة عريضة مشانه عدلنا القانون اول مرة حسنة وعدلنا مرة تانية ليس لمصلحة الاحزاب بلا بالنتيجة بكل الدول راح فراطة يعني ما قدرت ترجم في كتير ناس صوتيت يعني يمكن اكبر كتلة صوتيت راحوا احترقوا اصواتها لانه ما عارفت توحدت ووقفت بشكل منظم من بعدها ما انا شغلتني انا علم غيري كيف بده يعمل تحالفات وهي شغلت انا اعمل تحالفاتي كتيار بكل الدول بكل الدول الديمقراطية يلي بتعتمد النظام النسبي معروف انه بالنظام النسبي التكتلات الكبيرة هي اللي بتجيب النسب الاعلى بالانتخابات وهذا شي طبيعي فينا نعطيك مثل من القريبين حولنا في العراق وفي اسرائيل مع انه هي عدو بس فيك تاخدهم كمثلين وتشوف كيف بيتطبق النظام النسبي وعها الاساس بتقول انه كل التكتلات الكبيرة عالمة استفهام على نسبة لانه فيه كل التكتلات الكبيرة هي لما بتتوحد وبتشكل لوائح او قوائم انتخابية هي اللي بتجيبها لو قدروا توحدوا الخصوم الاخرين باللوائح يمكن كانوا عملوا نتائج افضل ومندعيهم انهم يتوحدوا اذا ما انهم قادرين يتوحدوا معاناة هن يلتقوا على مصلحة انية ومندعيهم انه يرجعوا الى مواقعهم السابقة لانه يمكن افضل انه يرجعوا الى مواقعهم السابقة هيدا اللي ترك هيدا الحزب تيقول انه انا تغييري او هيدا اللي ترك حزب اخر تيقول انه انا تغييري لتقوا مع بعضهم على مصلحة اهنية وتبين انه هيدا المصلحة انتهت السيد وريد الاشقر اذا اليوم اجعى الفريق الثنائي او حزب الله تنقول ضبط اقاع الرئيس المئاتي او غير باليوم بطريقة ادائه رادى التيار الوطني الحر ببعض التعيينات ما برادى التيار الوطني الحر لا يرضى ببعض التعيينات او بضبط اقاع الرئيس المئاتي هيدا جزء اذا في حال تفقتوا انتم وياه على رئيس جمهورية مع مين مع حزب الله نحن رجب ان نتفق مع حزب الله ما منتفق نحن وحزب الله لوحدنا لانه نحن وحزب الله لانه نحن وحزب الله ما منحتكر لا التمثيل النيابي بالمجلس النيابي ولا منحتكر التمثيل الشعبي لا عند الشيعة ولا عند المسيحيين من هون برجع بقلك انه يمكن يكون جزء اساسي من اي تفاهم هو حزب الله اذا ابنا روح لتفاهم على رئاسة الجمهورية ما بقول لا بس بشرط انه هذا التفاهم ما يكون بيننا وبينهم وحدهم لانه نحن وياهم مش قادرين نعمل شي لواحدنا مثل ما نحن وغير قوى سياسية لواحدنا كمان مش قادرين نعمل شي ففرضية انه نحن من اتفق مع حزب الله او بيعطينا حزب الله مكاسب سياسية بتعيين من هون هذا كلام شوي لا يمثل تيار الوطني الحر ونحن من هل قدي سطحيين تنرضى بمقعد من هون او خدمة من هون كيف ترجع تصبط العليقة مع حزب الله العليقة مع حزب الله يرجع لورق التفاهم يرجع لمضمون ورق التفاهم لمفهوم ورق التفاهم يلي على اساسها تم التوقيع يلي هي نقطة اساسية فيها هي مفهوم الشراكة المثاقية واحترام المثاقية وموضوع بناء الدولة ومحاربة الفساد نحن اليوم حزب الله بنشوفه ابعد ما يكون عن هيدا المواضيع بس بقية اللبنانيين ما عندهم هالوجهة النظر بالتغير الكبير بأداء حزب الله يعني بس اللي تغير بالمشهد هو موضوع الرئيس مئاتي وموضوع ترشيح لسليمان فرنجية هل قدي اليوم رح استعمل العبارة اللي حضرتك استعملتها هل قدي اليوم مصلحة المسيحيين سطحية تتكون مرتبطة بهيداو الملفين احسنت ابدا مش مصلحة المسيحيين سطحية واذا البعض شايف انه مصلحة المسيحيين سطحية بهود الملفين هو مخطئ لانه نحن كتيار ولا مرة شفنا مصلحة المسيحيين هي فقط بتسمية الرئيس الجمهورية مع انه هي نقطة مهمة لانه منعرف الرئيس الجمهورية يمثل المسيحيين بالسلطة اليوم بشكل او باخر بالرغة من الصلاحيات المنطوصة يلي عنده اياها بس اكيد هي نقطة بس هي ما بتكتفي انه نكتفي بهيدا النقطة لا اليوم الشراكة الحقيقية هي بالممارسة بالممارسة اليومية وليس انه منعمل اجتماع ومنقول انه هيدا المقعد بياخده هيدا الفريق السياسي او هيدا المنصب بياخده هيدا الفريق السياسي بتنحل المشكلة ابدا مش هيك المشكلة بالممارسة يلي بلشت تكون سيئة مع حزب الله من وقت وصول ميشيل عون كرئيس الجمهورية الى قصر بعبدة لانه من وقته وصل العماد عون الى قصر بعبدة وترك نيه يخابط لوحده بيوجه القوى يلي عم بتحاول تفشل مشروعه الاصلاحي نجحت ببعض المحلات وفشلت ببعض المحلات شفتنا حزب الله متفرج بكل هدي الملفات وكان عم بيخود التيار الوطني الحر هادي المعارك لوحده بيوجه كل هادي القوى السياسية مواقف ضدنا حزب الله صحيح بس كان متفرج المتفرج على الخطأ هو كأنه مشارك فيه طيب عم تحكوا عن المسيحيين بس في البعض يعني هيك عنده كمان سؤال لقلكن ما خليتوا موقع مسيحي بالبلد ما ضربتوه نحن اليوم وسيم منصورة ليش مش عاملين عليه نفس الحرب اللي كنتوا عاملين على رياض سلامة لأنه الأدائي جان أهواجي مش عجبكم جزيف عون مش عجبكم ميشيل اسلايمين مش عجبكم جان فهد مش عجبكم سهيل عبود مش عجبكم شكري صادر مش عجبكم ميشيل مكتف مش عجبكم فرانسوا بيسيل مش عجبكم أنتونس سحناوي مش عجبكم ما بيعجبكم لا جعجع ولا جميل ولا شمعون ولا صفير ولا الراعي خلاصت لا إذا بدك زدت لك أول شيء نحن ما منبرم على الموقع ومنشوف إذا هذا الموقع لمسيحي أو لمسلم ومنقوص عليه بناء لطائفة الشخص نحن منقول أنه رياض سلامي كان أداءه سيء ولحديث اليوم ما عم منشوف لأداء إيجابي بالمطلق من وسيم منصوري ولا أداء سلبي بالمطلق من وسيم منصوري مش إن هيك عم نعطي هلأ المجال نشوف شو عم بيبين على الأرض حتى على أساسها نبني موقفنا ما ضربنا المواقع المسيحية لأنه إذا اعتبرنا أنه موقع حاكم مصرف لبنان كان للموارنة وهلأ بالوكالة هو لشيعي بالمقابل مدير عام الأمن العام كان بالأصالة لشيعي ونحن اليوم بالوكالة لمسيحي كمان فبالمقابل نحن مشكلتنا اليوم هي أنه كل المراكز بسيحي تاريخيا كيف لا؟ كل المراكز بالدولة هي اليوم بالوكالة للأسف لأنه ما في رئيس جمهورية ما في حكومة تقدر تجتمع وتعين بهيدا المنصب ولا بهيدا المنصب لما بتحكيني عن جان قهوجة مثلا جان قهوجة فيه ملفات أمام القضاء والقضاء هو اللي عم بهاجمه مش التيار الوطن الحق مين اللي فتح هيدا الملفات؟ مين اللي بادر بهيدا الهجومة؟ يعني أنت عم بتقول أنه إذا في ملفات على شخص إذا كان هيدا شخص مسيحي ما منفتح الملف إذا هيدا سنة أو شيء منفتح على الملف هيدا دي بتبسألك في اليوم نحن يوم عم تعملوا دعوة على خليني خبرك وأعطيك مثل وذكرك تاريخيا لما التيار الوطني الحر كان فاتح ملفات على بعض الوزراء والمدراء السنة كيف قامت إيامته للرئيس السنيورة واعتمر بوقت أنه التيار عم بهاجم الطائف السنية نحن ما شفنا بوقت أنه نحن كنا عم نهاجم الطائف السنية نحن كنا عم نهاجم أو ننطقد الفاسدين بالطائف السنية والفاسدين بالطائف الشرعي رجعتوا صحبتوا للكتاب للإبراء المستحيل ما نصحب الكتاب إذا بدك نسخة بقدم لك لها كمان وهذه النسخة صارت اليوم قدام المدعي العام المالي والمدعي العام المالي شغلته يتابع هذا الملف وإنتم معتوا تابعتوا؟ اللي عم بيتابعوا هو المدعي العام المالي نحن ما علينا بقى نعمل شغل القضاء القضاء مأثر ايه اكيد مأثر بس برجع بقولك نحن اليوم لما عم منضوع على فاسدين بالطواقف المسيحية المتعددة او بالطواقف الشيعية او الدرزية او السنية او غيرها ما منتطلع من طيفته من زاوية طيفته عددتلي هاو دي فيك تعددلي قدن عشرين مرة بس هاو مش كله مرشحين لرئاسة الجمهورية ما لعلقة رئاسة الجمهورية ما لعلقة رئاسة الجمهورية ابدا بهذا الموضوع واليوم ما فيه مرشح محتمل الى رئاسة الجمهورية يعني يمكن لسوق الحظ انه ما فيه شي اسمه ترشيح بشكل رسمي الى رئاسة الجمهورية وياريد بتصير نحن اليوم على اساسها منقول انه هيدا مرشح وعنده برنامج انتخابي يعني انا اليوم بتسألني على سبيل المثال وما بدي يفوت بكل الاسامة شو البرنامج الانتخابي للمرشح سليمان فرنجي الى رئاسة الجمهورية هل اعلن برنامجه الانتخابي وقال انا عندي رؤية مستقبلية اذا وصلت الى رئاسة الجمهورية ساتل بدك بيعمل لك مؤتمر صحفي بيعمل لك احلى مشروع لا انا بتذكر اخر مؤتمر صحفي كيف كان عم بيغطي فاسدين هدا اللي انا بتذكره من اخر مؤتمر صحفي عمله من شي اربع خمس سنين ومن بعدها ما شفت ولا مؤتمر صحفي الوزير الفرنجية اذا هدا المنطق اللي بدنا نشتغل فيه لا في مشكلة اليوم اللي بده يشتغل بالسياسة خليه يكون واضح بالمواقف خليه يعرض علي انا كفريق سياسة وعندي نواب بالمجلس النيابي وبده يصوت خليه يجي يقل لي انا برنامجي الرئاسة الانتخابة هو التالي انا بدي اعمل بهذا الملف لا لك انا بتطلع على الشخص مش بتطلع على الشخص ولكن في مسيرته في خبرته هذا هو مسيرته وادئه بالسنوات حليفكم مسيرته وادئه بالسنوات كلام اللي كان يقوله بالرئيس ميشيل عون ما حدا قيله بالرئيس ميشيل عون منتاز بالكلام كان جيد بس وصل عماد ميشيل عون الى قصر بعبدة بس صار مرشح شو صار الاداء طبعه وقف حدنا باي معركة نحنا خضناها من الالفين وستعش لما وصل عماد عون الى قصر بعبدة حتى اليوم اكيد لا زيحته ما نحنا مزيحه هو بيزيح حاله والشعب هو بيزيحه او بيحطه وشفنا بالانتخابات شو صار يعني ماني جاية انا ااخد محل الشعب اللبناني اللي بيعطي صوته لهذا الفريق او لصوته بس ما قطعكم اسليمان فرنجية بعهد الرئيس ميشيل عون بلا ما كان هو الوحيد ما كانت العلاقة مثل ما كانت السامي بلا 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 بالتأكيد طلع على القصر وكان يلتقى الرئيس ميشيل عون شو كان عنده موقف من اي ملف تقوص فيه على التيار او على رئيس جمهورية ما ما كان عنده موقف كل الفترة السامية يعني ليش هو مسال لفني يعني هو مسال لفني رئيس جمهورية الرئيس ميشيل عون عدته ثلاث سنين اربع سنين ولا موقف ولا شي سيتا يعني هو مسال لفني ولا موقف من الالفين وستعاش لليوم وهو هلأ عم يجي يقول لي انت لازم تدعمني يعني انت بس تمشي مع اللي قلق مصلحة معه مش مصلحة انا كنت عم خوض معارك هاي دي المعارك الاصلاحية يلي كنت عم خوضها موقف حبي فيها ضد المسيحيين لا ابدا مش ضد المسيحيين هلأ انت هيك شفتها هلأ من كل قلتلك يا شفت انه هاي دي المعارك ضد المسيحيين المعارك الاصلاحية هي معارك شو عملتوا للمسيحيين المعارك الاصلاحية هي معارك مبدئية ما لا علاقة لا بطائفة ولا بمنطقة ولا بحزب المعارك المبدئية دائما المعارك المبدئية بتخوضها بعيدا عن هو التفاصيل يلي هلأ انت عم بتفوتني فيها التيار الوطني الحر ولا مرة كان عم بيعمل معارك اصلاحية لا ضد المسيحيين ولا ضد هايدي المنطقة ولا ضد هيدا الحزب اذا هيدا الحزب بدي يغطي هيدا الفاسد نحنا ضد الحزب يلي عم بيغطي الفاسد وازا هيدا هيدا المنطقة عم تحمي فاسدين نحنا ضد هيدا المنطقة لانه عم تقوي فاسدين بس نحنا مش ضد اهل المنطقة إذا عم نحكي بهذا المنطق نحنا بالمقابل نحنا لما عم ندخل معاركنا الإصلاحية أي فريق سياسي آخر أو أي مواطن لبناني بيوقف معنا بهذه المعارك نحنا من مد إيدنا لقاله بغض النظر عن الطائفة واللون وكل هؤلت تفاصيل إن شاء الله تكون أناعة اللي عم بيسمع لك بموضوع ترجمة هذا الخطاب اليوم نشدته يعني مثل ما حضرتك قلت كل الأفريقاء كيف بتكون ترجمه يعني يارات نحنا ولا واحدنا قادرين نعمل كل شي نحنا قايلين أنه نحنا بهمكم المعارضة بالتأكيد ما هني جزء من البرلمان اللبناني وما عندهم ممثلين بالبرلمان اللبناني بالتأكيد منقول نحنا كل حدا موجود بالبرلمان اللبناني نحنا جاهزين لمد إيدنا لقاله برغم من التباعد مع بعض القوى وقوى أخرى أقل تباعدا معنا بهذا الموضوع ففي قوى اليوم نعتبر حالنا عليقتنا أقرب لإلى أنه نتلاقى معها لأنه متفقين على أكتر من نقطة بينما في قوى أخرى هني بيعتبروا حالهم أبعث مين هذه القوى اللي أقرب لإلكون بتسميها؟ فيه سميلك يعني ما في مشكل يعني بتخيل اليوم نحنا اليوم أقرب يمكن إلى الكتائب اللبنانية من القوات اللبنانية نحنا اليوم يمكن أقرب إلى الحزب الاشتراكي من حزب آخر فنحنا أقرب إلى بعض التغييريين من تغييريين آخرين وفيكنا نمشي بهذا المنطق فاليوم حتى في كتل غير اللي ذكرتوا يعني مثلا كتلة الاعتدال وغيرها من الكتل نحنا عليقتنا جيدة فيون وعم نمد إيدنا لقلون ومدينا إيدنا لقلون وقدرين نوصل لتفاهمات معينة بس بقدر أقول لك ما منحتكر نحنا أي تفاهم مع فريق على حساب فريق آخر فنحنا جاهزين ما بعتبر أنه نحنا إذا وصلنا لتفاهم معين مع فريق سياسي وصلنا للإنجاز العظيم بس بالتأكيد هيدا جزء وهيدا نقطة على مسيرة الألف ميل تنلتقى مع القوى الأخرى كمان بس أنا أقدر نوصل لتفاهمات على مستوى الوقت أنا بترجمت اليوم هذا الخطاب يلي هو إذا بدي عنه يعني بدي حط مصلحة المسيحيين أو المسيحيين بخطر بمطرح من المطارح بناء على مقاله رئيس الطيار إذا المسيحيين بخطر اليوم كيف منترجم هذا الموضوع هذا هو سؤاله اليوم نحكي بموضوع الرئاسي نحكي بموضوع مئاتي من روح إلى أعمى إلى أمور أعمى بتعلنوا فك ارتباطكم مع يلي هو عم بحط المسيحيين بخطر يعني أيضا اليوم جورج عائس النائب جورج عائس كان ضيفي الأسبوع الماضي وعن بطرح عليه سؤال بموضوع العلاقة مع الطيار في مشكلة أنه أوكي بتتقربوا وبتبعضوا عن بعض ولكن بعض الطيار لليوم بحط السلطة هي من أولوياته أي متى رح تبينوا أنتم قادرين تتغلي يعني عن جد عم تسألني الأسئلة يلي نحنا عم نحكي نقيضة تماما ياريت مبرحة هي خطاب خطاب الوزير بسير أنا بدي شوف الترجمة على الأرض أنا عم شوف الأفعال لا أنت عم تقرأ بعض الإعلام المضلل وأنا ما بسمح أنه أنت تكون من هذا الجزء هذا رأي آخر أنت بعرفك صدرك رحبه كبير وبتتقبل هذا الحال بس خليني كافي لك الفكرة نحن أول شيء كيف بدنا عم نحذر أول شيء من هذا الموضوع وعم يعلى صوتنا بالتحذير يوم عن يوم ممكن نوصل إلى إعلان عصيان مدني ممكن نوصل إلى إعلان عدم دفع رسوم إلى حكومة ما بنعترف فيها ففي عدة أساليب وحكي عنه الوزير بسيل مبارحة بخطاب وفينا نرجع لتفصيل الخطاب بس برجع أقول لك بهذا الموضوع اليوم نحن واحدنا أدما نحذر وأدما يعلى صوتنا مش لوحدنا فينا نعمل شيء اتفضلوا يا باقي القوى المسيحية يلي تدعون أنه أنتوا عم تحافظوا على المسيحيين مثل ما نحن مندعي ولنا الفخر أنه مندعي أنه عم نحافظ على المسيحيين بطريقتنا وبأداءنا وأدما منقدر بهذا الكمية من القدرة يلي نحن عنا إياها هي ريت القوى المسيحية الأخرى يلي تدعي الحفاظ على المسيحيين مش بتكون متقوقعة وبتحافظ على المسيحيين هي وقاعدة ببيتها تفضلوا ومدوا إيدكم لألنا لأنه نحن وياكن هيدول أمور هيدول بيعتبروهم سطحية أنا عم بطلب منك موقف تغيير استراتيجي بالموقف التغيير استراتيجي أنت عم تخذها بعدك بموضوعية لا 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 أنا عم تصدع منك تاخذ موقف استراتيجي أخذنا الموقف استراتيجي إذا عم بتصنف العلاقة مع حزب الله يلي بالحلف الأقل أعلننا أنه نحن اليوم فكنا التحالف مع حزب الله التفاهم مع حزب الله صار فترة من الماضي بس بنفس الوقت بنعتبر أنه هذا التفاهم بأي لحظة حزب الله أو غيره من القوى السياسية جاي ناقش معنا مضمون ورق التفاهم نحن جاهزين لأنه بنعتبر هيدا الورقة هي انطلاق لتفاهم مع أكبر عدد من القوى السياسية في لبنان لأنه حكينا فيها بالمواضيع الشائكة يلي بعدنا عم نعيني منها من الألفان وستة وهي دجا من قبل الألفان وستة ومكفاية لليوم وإن شاء الله ما بتكفي كتير لقدام تنقدر نوصل لحلول نحن وشركائنا بالوطن وهودي الشركاء بالوطن فيهم يكونوا حزب الله إذا حزب الله التزم فيها وبطل يتعاطى معنا بتكابر وبطل يتعاطى معنا بمنطق فائد القوى ارتباط حزب الله الأقليمي منه أساسي بالنسبة لوجهة نظركم أو لرؤيتكم بالمستقبل كمان كان عنا موقف واضح من هذا الموضوع لما نحن قلنا أنه نحن مع حزب الله بحماية حدود لبنان ونحن ضد حزب الله بالمطلق لما بيحكي عن وحدة الساحات لما بيكون حزب الله عم بيربط حاله بساحات إقليمية أخرى نحن منقول أنه نحن منا مع حزب الله بهذا الموقف فموقفنا واضح بهذا الموضوع وما في شيء مبهم بأي نقطة موقف تيار الوطني الحر فيها لا بيعليقتنا مع حزب الله ولا بانتقابنا لحزب الله ولا بوقوفنا إلى جانب حزب الله بمعاركه ضد الاحتلال الإسرائيلي وبيسقط له شهدك اليوم ومنحي الشهداء اللي سقطه بنفس الوقت عضو المجلس السياسي في تيار الوطني الحر وريد الأشعر موقفكم أو وين صارت مبادرة كتلة الاعتدال الوطني برأيك وهل قديش دعمين هذه المبادرة أي مبادرة نحن معها بغض النظر إذا شفناها قادرة تعيش وتكفي وتبصر النور ولا لأ نحن منشوف أنه مبادرة الاعتدال هي أحدى المبادرات يلي كان سبق مبادرات يمكن بشكل خجول أكتر بالسابق هذه كانت أعلنت بشكل واضح أكتر من مبادرات سابقة بس للأسف يبدو أنه معرقل اليوم المبادرة ولأنه يبدو أنه كمان صاحب المبادرة الأساسي يعني ما فينا ننكر أنه الراعي الأساسي لهذه المبادرة هو الرئيس بري وتالياً هذه المبادرة اليوم يقال أنه بطلت بنفس الدفع يلي كانت فيه بالسابق وهذا اللي شفناها بيان لأنه بانتظار رد حزب الله اللي بعد مردت يسألوهن عن الموضوع يعني نحن غير معنيين بالموضوع بس أنت وبناء على سؤالك بجاوبك أنه أي مبادرة فيها إيجابية لمصلحة الشأن العام والخروج من الأزمة اللي نحن فيها بغض النظر إذا منشوفها قابلة للحياة ولا لا نحن ما منعرقل وما منوقف بوجه أي مبادرة نحن أكيد إلى جانبها وإن شاء الله تقدر تكفل ليش ما عم تقوم بمبادرات؟ نحن قابلنا بكتير مبادرات بالأول بأول وبعدنا عم نقوم بمبادرات واللي حكينين برحة بخطاب 14 أدار هو جزء من المبادرات يلي دايماً منطرحها واحدة منهم طلبنا أنه يكون فيه توافق أو مش توافق تلاقي مسيحي بدرجة أولى حتى نطلع كمسيحيين نتلاقى على المستوى الوطني بمرحلتين بعدكم دعمين جهاد أزعور فاليوم نحن حتى اليوم هلأ اليوم إذا بيدعي الرئيس بري إلى جلسة نحن مرشحنا اللي تقطعنا مع القوى الأخرى هو جهاد أزعور اليوم إذا بيدعي إلى جلسة نحن مروح منصوت لجهاد أزعور إلى حين يتم التقاطع أو التوافق أو التفاهم مع مرشح آخر ندم الرئيس الطيار الوزير جبران بيسيل على الفترة السابقة يلي ودت أنه ينحط على لائحة العقوبات الأمريكية خاصة لأنه هلأ بلشت تعطي أثارها يعني اشترطت السفيرة الأمريكية عدم وجود النائب جبران بيسيل في اللقاء مع الرئيس ميشيل عون مقابل تأكيد مشاركته في زيارة جنرال الرابية مع اللجنة الخماسية حجوبك على الشقان أول شيء السفيرة الأمريكية الحالية والسابقة زارت الرئيس عون أكتر من مرة بما أنه في عقوبات أمريكية على الوزير بسيل ما بيلتقى أي مسؤول أمريكي مع الوزير بسيل وتالياً عم يلتقوا مع رئيس عون وهذه ما لنا شغلة خافية على حدا بس هو ما لنا عقدي بهذا الموضوع لأنه ما في فرق بين العماد ميشيل عون والوزير جبران بسيل نحن بنعتبر أنه بالأداء وبالتفكير وبالتنفيذ هني نفس الشخص وتالياً إذا لتقيت مع رئيس عون أو لتقيت مع الوزير بسيل هي ذاتة بنسبة لأمريكي الإخراج الأمريكي مش العقوبات الأمريكية اللي بتمنعوا يعمر رئيس أعظم دولة بالعالم عم بيعمل زيارات دولية الوزير بسيل وبتعرف أنت هدوه معناتها أعظم دولة هي بتتحمل مسؤولية القرار الخاطئ يلي هي أخدته بوجه الوزير بسيل بس بنقطة الزيارات برجع بقلك أنه السفيرة الأمريكية الحالية والسابقة دائماً كانت تزور العماد ميشيل عون أما بالشق الآخر يلي إله علاقة في اللجنة الخماسية لحديث اليوم مش مبين أنه اللجنة الخماسية جدية بطرحها يعني مجرد الزيارات بتأمل أنه الزيارات اللي بدأت تبلش اليوم أو بكرة تكون جدية ويكون في طرح ما يكون الزيارات بروتوكولية تنقول أنه التأينا القوى السياسية مثل اللقاء يلي كانوا عم بيحاولوا يعملوه من فترة وطلع أنه لقاء بروتوكولي وما قالوا أي معنى تاني لأنه ما في مبادرة جدية أضف إلى ذلك ومن بمنطق أنه انطئد اللجنة الخماسية لا على مستوى السفراء في لبنان ولا على مستوى وزراء خارجية الدول أو قادة الدول بس يبدو أنه ما في تتصور مشترك بين الخمس دول على صورة واضحة وكمان نقطع بدي ضيفة على هذا الموضوع أنه اللجنة الخماسية مهما عملت مبادرات إيجابية بتبقى ضمن الإطار اللي نحن ما منسمح لتتخطى الحدود وتقول أنه عم تتدخل بالشؤون الداخلية اللبنانية إذا عم تعمل مبادرة لتقريب وجهات النظر بين اللبنانيين نحن منتشكلها ونحن أول ناس من مد إيدنا لأ سمح لي بس بطريقة سريعة لأنه في عدة موضوع الانتخابات البلدية إذا في إمكانيات عند وزارة الداخلية وعند القوى الأمنية أن تعملها نحن منكون معها إذا ما في إمكانيات بالظروف الحالية يعني شو بيقول الوزير الداخلية الوزير المولوي بتمشوا فيه ما بدي أقول لك بها الشكل لأن الوزير المولوي يمكن ما يكون عنده كل المعطيات يعني اليوم اليوم في إيام بيكون في وزير الداخلية بيعطي معطيات بيروحوا على الحكومة البتراء عند رئيس مياتي بيحكوا رأي آخر وبالتالي خلينا نروح ينعطر كل المعطيات قدامنا ونشوف إذا نحن قدرين نعمل الانتخابات ولا لا شو شعورك وقت اللي قريد خبر بدء إسرائيل باستخراج النفط والغاز من البقعة أو الرقعة يلي تنازل لبنان عنا لإسرائيل لبنان ما تنازل عن ولا رقعة إلى إسرائيل نحن أخذنا الخط 23 وطابش وأخذنا مع وقال نحن ما عم نصحب رحكي بنوايا بالوقاعة صحيح نبلش وحفر من خمس سنين أو ست سنين أو سبع سنين عم نحكي بالمنطقة المتنازلة علي حق الكريش هي بالمنطقة اللي سميتها متنازلة عليها بين 23 و29 بس هي اللي نحن اليوم لما تم ترسيم الحدود البحرية بطل في شيء اسمه منطقة متنازلة عليها من تاريخ ترسيم اليوم بدأوا بنشغل فيها تحمل مسئولية لأنه ضمن الاتفاقية اللي صار أنه هي فيها تبلش تشتغل بهذه المنطقة لأنه نحن بالمقابل بدنا نبلش نشتغل بالمنطقة يلي هي فيها نحن ما طلق عنا بس نحن ما خلصنا وفي تلكق من بعض القوى الأجنبية واللي هي عم بتأثر على توتال تحت تأخر عملية الحفر عم تردلوا ديها للأمريكان يعني؟ هون فيه موضوع سياسي كتير كبير وموضوع الحفر ما أنه موضوع محصور بس بتفاهم بين الدولة اللبنانية وشركة توتال كلنا بنعرف أنه السياسة هي بتلعب الدور الأساسي بملف استخراج النفط والغاز وهي دا جزء من الضغط يلي يمارس على الدولة اللبنانية عم تحكيني عن المسيحيين بدأي أختم معك بظاهرة يعني رح أسمح لحالة أولى الذمية وقت اللي بيطلع بعض الناشطات بيصلبوا إيدهم قدام تمثيل سليماني لا يمثلون طيار الوطني الحر بمثلوا رأيهم الشخصي ما بمثلوا الطيار؟ أبدا معروفين بمواقعهم بالطيار الوطني ما عندهم مواقع بالطيار بمثلوا رأيهم الشخصي ما في أي إجراء يتخذ نقبل طيار بحقهم؟ عم يتخذ الإجراءات اللازمة بهذا الموضوع مواقف الطيار تطلع من لجنة الإعلام من رئيس الطيار من المجلس السياسي والهيئة السياسية بالطيار الوطني الحر فقط لغير ومن المسؤولين المعروفين بالطيار الوطني الحر أي شخص آخر بيتصرف بصفته الشخصية هذا رأيه الشخصي ولا يعبر عن الطيار لا من قريب ولا من بعيد عضو المجلس السياسي في الطيار الوطني الحر لأستاذ وليد الأشعر بدأ شكرك شكرا لك على الحلقة التفاعل اللي كان فيها شكرا لك مراتين ومشاهدينا ومستمعينا شكرا أيضا لألكم على حسن المتابعة نلتاقى نحن وياكم بكرا إذا الله أرد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة